مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع اليوم بنا نسوي بوكسي على كاونتر طبعا الحمام طبعا اول حركة بدنا نسويها بدنا ننظف هذا الكاونتر من الوسخ والمية هنا للمرحلة الثانية عملنا السيل وما ننسى هذا المكان اللي هو تحت اللي هو هون شايفينه عشان ما يلقط هلا بدنا نسوي سيل حوالينا المغسر نقطة الأولى نظفنا ثانية عملنا سيل لكل شيء بدنا عشي اياه انه ما ينصاب بعدين نقطة الثالثة البرايمر او البينت تبدأ في بهاي الطريقة بتخلي يجف اربع ساعات وبتحط كوت ثاني اذا نراكم بعد اربع ساعات طبعا هون بعد ما سوينا 2 مرتين وهلا بدنا نعمل اللاينز تبعت القرانيت اول شيء بتحطوا بالقلم هذا بتحطوا بالريشة الشغلة الثانية بترشوا رش مية عليها هيك وبعدين تبدأوا بالفرشاعي عشان تسووها هذه بس هي الشغل الغريب الان في الموضوع وبتحاولوا تخففوا من الثقل عشان توصل عندكم مرحلة زي هيك اذا في عندكم شوية مية ممكن تمسحوها زيادة بس توصل لهاء المرحلة هاي النتيجة النهائية هيك راح تطلع موسيقى 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 اول مرحلة اللي بعدها اسمها هاي لايت اه بنحط بطرف السفنجة وبنحاول نخفف من الاماكن اللي فيها صار كتير هون سايفسين هيك بتخفف شوي بس بتخفف يعني بتحاول انك تعمل تغيير شوية بالاماكن اللي انت بتك تخفف منها هاي بتعطي زي 3D هيك موضوع سهل جدا السفنجة هاي اي سفنجة ممكن وابيض وكمن طبعا هلا وقت الميكسنج انا مش هستخدم كله بس هذا اي اول اشي بتحطو وهذا البي بتحطو جوا اه وبعدين بتبدأ ميكسنج النقطة في الميكسنج انك بدك تسوي سوري تلت دقايق ونصف ميكسنج هاني نبدأ وتبدأ شوية شوية هذا هو السكرتس ما تخلي بسرعة عشان ما يصير عندك بابلز تلت دقايق ونصف تلت دقايق ونصف وبنخلط البطء البطء مش المهم السرعة المهم المدة ودرجة الحرارة درجة الحرارة الغرفة لازم تكون تقريبا 20 ل 22 هذي احسن درجة حرارة اه انا شوية عندي حاطيكم هلا تريكس درجة الحرارة اقل من 20 هون 19 عشان هيك انا زودت الوقت في الخلط كل ما نسق قلت درجة الحرارة كل ما بطأت سرعة تتجمل هاطيكم ترك هلا مهم جدا عشان ما يصير عندكم بابل لما تدهنوا الايبوكسي مهم جدا تايمال سواننا ثلاث دقايق وثلاثين ثانية معناها انه هيك خلاص طبعا زي ما انتم شايفين انا بديت بالكفوف لانه هلأ بدأ الموضوع يتعب هلأ بخلي هاي الجوة لاحظوا عشان نفس الحركة وما في عجلة ما صار عندي بابلز بس باحتياطر بحطها بكنتينر وبدير عليها مية سخنة زي ما انتم شايفين بحط المية وهيك نستنى اقل من دقيقة حوالي ثلاثين ثانية ومية سخنة كثير عندنا وهي بتشيل كل البابلز ووجود العصايا هاي بتخفف كثير من موضوع البابلز اللي هو الفقعات هلا طبعا بنبدأ نحط شوية من الايبوكسي حوالين من المكان طبعا احنا عنا تنتين فهذا فينا الاماكن اللي فوق هلا حبرجيكم كيف نبدأ فيها ناخد فرشاي اوكي طبعا هاي الفرشاي وبنبدأ نحط فوق بكثافة هيك لانه هينزل الزيادة هتنزل اوكي بلدهن هادهان يعني هذا الوجهة الاولى وبعدين بنيجي هيك نصير نوزع اوكي بلدهن اوكي تقريبا طريق تدهن بس انت بتوزع بطريقة خفيفة ايدك مش تقيلة عليه هون بدنا نزود ها 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 اوكي 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 بتوزعو هاي اوكي هاي هذه هي تقريبا الدهان النهائي اهم اشي انكم تلبسوا كفوف لانه هذا بلزق كثير على اليدين مزعج يعني هو فروح بعد يومين تلات بس مزعج كثير بتلاقي ايديك زي مدبع بسموها زي ما انتم شايفين دهان كويس هنرجع عليه بعد شوي اهم اشي بعد ساعة من ما خلصتو تشيلوا هذا الوزق اذا ما شلتو بلزق وهذا طبعا كله طبعا ابوكسي عنده شغلة بمسح حالة حالة يعني اذا عندك مكان اعلى من مكان ما تخاف بس في نصيحة مهمة يا جماعة مصيحة مهمة اول شي شغلة الثانية حط اول طبقة انت خلطت الابوكسي حط اول طبقة وخليها عشر دقائق راح تشوف صار فيه زي فقائعة الا تصير معا حط طبقة فوقها الثانية اللي هي الدخينة وبعدها راح تشوف هذا الجماعة انتم شفتو قبل دقيقة كنا هاي لسا في شوية بس خف كتير الا يطلع عندك طبعا الا اذا معك تورتش اذا معك تورتش بسيحهم هاي كده تبعا الغاز انا ما عندي انا اوكي اذا شايفين هون في واحد هو كيف اللغة بس شايفين كيف صار التاكس الشباك طبعا هذه النهاية شايفين خطأ اللي صار يا جماعة شايفين حجم ال ال وهون المشكلة زي ما شايفين كبيرة مش صغيرة هاي هاي يعني ها شايفين هون كمان هاي كبيرة كتير هون لكن اتوقع المشكلة اللي صارت معاي انه انا اتأخرت لما شلت شايفين كيف يعني واحد بتعلم من غلاطه هحاول ارائع فيهم اشوف شو الطريقة ولكن النتيجة ليست بالسيئة طبعا لسه ماني شف كامل عادة بده سبعة ايام لينشف كامل بتقدر تحط عليه شغلات خفيفة يعني مثلا 8 و 40 ساعة بس نشفان الكامل الشغلات التقيلة طبعا هون ما في شغلات تقيلة بدها سبعة ايام ها هجرب احطس لكم بعد بكرة ونشوف شو النتيجة وحبل ورجيكو ايها ونشوفوا ان شاء الله خين طبعا حاولنا رائع الغلطة اللي سويناها ودهان عادي نشف وهلا بدي احط طبعا السيل اللي هو لازم ينحط هذا جبنا هذا طبعا لازم يكون كتشير الباث لما فيه انواع كتيرة من اله اله موسيقى 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 هاي هيك النتيجة النهائية بعد ما خلصنا كل حالة موسيقى منظر جميل جدا 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 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة موسيقى تجعلنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى